كانت حركة تسويقية ذكية من نتفليكس انهم يعرضوا فيلم فاضرهود يوم عيد الاب وده كان ليه اثر عاطفي علي لاني اب ولان اليوم ده عد علي زي ما بيعدي على اي ضفضعة اعد على اي شجرة في اي يوم في السنة عادي كده ديك ام المعاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو فاضرهود الفيلم متاح للمشاهدة عبر نتفليكس ولكنه ليس من افلام نتفليكس ده فيلم من انتاج سوني وكان المفروض يتعرض من سنة ولكن طالته التأجيلات بتاعت الكورونا والحاجات اللي انتم بقيتوا حفظينها دي ويدوب من كم شهر بس قرروا انه يتعرض من خلال نتفليكس احداثنا بتبتدي بحدث مأسوي وهو وفاة لز بعد ساعات قليلة من انجابها لبنتها مادي وتسيب زوجها مات عشان يرعى البنت الوحده ام مات واهل امراته المتوفية عندهم شكوك حول قدرته على رعاية البنت الوحده ولكنه بيصمم على انه مايسبش بنته وتتربى بعيد عنه وبيصمم كمان على انه حتى مش هيعزل عشان يبقى قريب منهم وبنتابع معاناته في انه يتعلم ازاي يبقى ابو وام في نفس الوقت وازاي بيكافح عشان يوازن ما بين حياته الشخصية وحياته العملية فيا ترى ايه اللي حيحصل فاذرهود فيلم لطيف ورقيق جدا بيتبع طريقة امنة وخفيفة نسبيا في التعامل مع قصته مش خفيفة لدرجة الكوميديا يعني الفيلم ما بيتخلاش ابدا عن نغاماته الجادة احنا اولا واخيرا بننطلق من مأساة وبنقعد طوال احداث الفيلم نعاني من اثرها عندنا عائلة ودائرة من الاصدقاء مليانين شكوك وعندنا اب خايف ومرتبك وبنمر معاهم بفصول كتير عاطفية جدا كتير منها وصلي كمشاهد بنجاح وفاعلية تامة بس مع محافظتنا على حالة المأساة عمرنا ما بندخل في مرحلة الكارثة عمرنا ما بنشوف البنت في خطر حقيقي عمرنا ما بنتعامل مع قصتها او قصة ابوها من الزاوية العرقية والفيلم يشكر جدا على القرار ده بالتحديد ما بنشوفش حالة انهيار عنيفة حتى طريقة التعامل مع الاختلاف وجهات النظر ما بين الاب وحماته سلمية جدا الفيلم كان مصدق ان طبقاته العاطفية كافية وبكل تأكيد كان عنده حق فيلمنا مش تقيل وممكن حتى ما نفتكروش كمان كم يوم لكنه فيلم جاد وبيتعامل مع معاناة جادة معاناة بتمتد عبر عدد من السنين على الرغم من اننا ما بنعيش كل مراحل المعاناة دي مع العيلة الحقيقة فيه قفزة زمنية في نص الفيلم ما كانتش مريحة قوي بس في نفس الوقت كان فيه توظيف جيد جدا للفلاش باكس قصيرة الامد وده جنب الفيلم سخافات مشاهد طرح الاحداث اللي المشاهد كان ممكن يبقى محتاجها وكانت ادافة عالة جدا في سد الفجوات الزمنية مشكلة وحيدة وجهتني وانا بتفرج هي ان انا بتريت اسأل نفسي هو الفيلم هيخلص امتى مش لان الفيلم طويل ولا حاجة ولكنه كان يفتقد للمسألة اللي منتظرين نحسمها يعني هل احنا مستنيين البنت تخلص دراسة مستنيين هتتجوز مستنيين ايه بالضبط والمسألة دي ظهرت فعلا ولكن متأخر شوية وبان انها محشورة شوية عشان تقدم صراعة اخير حاجة كده نقدر نشبك فيها نهاية الفيلم ده ما اخدش كتير من جودة الفيلم بشكل عام لكنه بيدعم ان التعامل مع قصتنا كان بيغلب عليه طابع البساطة فاذر هود بكل تأكيد مش فيلم فريد لو حضراتكم حسيتوا انكم شفتوا زيه عشرات الافلام فانتم مش غلطانين بس هو فعلا عنده بعض العناصر المميزة وفي مقدمتها طبيعة العلاقات ما بين الشخصيات العلاقة ما بين مات وامه وما بين مات واهل امراته وما بين امه واهل امراته ودي حاجة عدينا عليها سريعا في المراحل الاولى في الفيلم ولكنها في تقديري الشخصي كانت افضل مراحل الفيلم على الاطلاق طبيعة اصدقائه وزملائه في العمل كلها علاقات كان ليها شخصية متميزة وسهمت في رسم صورة مختلفة شوية لبطل الاحداث اللي جسده كيفن هارت فيما يمكن وصفه بسهولة جدا كافضل اداء ليه على الاطلاق وده سقف الوصول ليه ما كانش صعب قوي يعني لانه تقريبا ما واجهش تحديات تمثيلية حقيقية قبل كده والمرا دي هو حقيقي جيد جدا ولكن مقدرش اقول انه اعاد اكتشاف نفسه عنده تحديات فعلا في بعض المشاهد بس كمان مرة الطبيعة الرئيئة العامة للاحداث ما خلتش التحديات دي صعبة قوي بس بكل تأكيد هو يستحق التحية على شجاعته واتمنى انه يستمر على الشجاعة دي ويقبل تحديات جديدة ويتحسن من خلالها لانه من المنعش جدا ان نجوم الشباك يتمردوا شوية على شباكهم ويقدموا سينما شوية حقيقية افضل مشاهد كيفن هارت في الفيلم كانت امام الفري وودارد اللي جسدت دور حماته واللي بكل تأكيد كانت صاحبة افضل اداء في الفيلم فاذرهود فيلم ممتع ومثير للعواطف عنده نصيبه من اللحظات الخفيفة ومن اللحظات الكوميدية المباشرة كمان ولكن محافظ على التوازن عشان ما يفقدش صفة الجدية وما يفصلش المشاهد عن التأثير العاطفي للأحداث وتركيزي على الجانب العاطفي ده مش عاوزوا يخوف الناس ويقلقوا من انهم مقبلين على رحلة كئيبة لان ضروري اوضح ان الفيلم خالي تماما من محاولات ابتزاز المشاهد عاطفيا يمكن باستثناء تسلسل النهاية شوية بس ما احنا كان لازم ننهي بأي شكل يعني تقييمي لفيلم فاذرهود هو سبعة ونص من عشرة ويمكن يكون فيه نص درجة بس لاني ما اضطرتش احذر الناس من حرق الاجزاء اللي قبل كده في بداية الحلقة منقشة الحلقة من هو الممثل الكوميدي او من هي الممثلة الكوميدية سواء على المستوى العالمي او على المستوى العربي اللي تحبوا تشوفوله او تحبوا تشوفولها ادوار جادة او جاد ياريت تسهموا برأيكم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي